السلام عليكم ان شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير وفيديونا هاليوم يقومون كامل هنيين ومتهنيين نصليوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاوات والسلام اليوم راح نبرتاجي معاكم بعض التحضيرات للشهر الفضل وطبعا لازم نشارك معاكم وصفة من الوصفات اللي تحبوهم حاضرين دايما معاكم والوصفات اللي يحبوهم كبار كثير من الصغار قبل ما نبدأوا بالوصفات وبالتحضيرات انا طريقي للدونتيست يا اخواتاتي اللي يراهي تسوفي مع درستها ولا مع فمها غير اعطيه الحسق بالرمضان راكم تعرفوا رمضان وصيا مزيد مع هستر ما هدنا ما نحكيوه ما هدنا ما نشكيوه ايا قلت لنا نخدم دروسي قبل ما يدخل علي رمضان واصلا راني من قبل ما نولد وهنا نخدم عند الدونتيست الدونتيست جاية البنت في بوقان هو وحل جديد كريمي لريضا وحل جديد كريمي لريضا وقبل ما نقول لكم لبنات ما شاء الله يعني خدمة عنده ما شاء الله صرت الظروسي يا اخواتي لو كان ما نخدمش عند انسان اللي ما نحسش بالوجه عنده ما نخدمش ما نقضش الرئيسكي صدقوني عند درست العقل تقول ما نحيتش ما نحيت ما مسيت ما نضلي وجع ما متوجعتكي نحالي ما ولا ورحمة الله المهم قلت انا يا قريبة قريبة نروح نخطف حويجات هكالرونق ونشوف باذن الله راح نبدأ نوكلها وليزم قبل رمضان هذا هو هذا هو وقتها تع الماكلة بصراحة ما لقيتش وعلى واش نحوص يعني المغرف اللي نحوص عليها ما لقيتها قلت حتى نروح للحوان تخرين نزيد نشوف لقيتها بها وانعمة ما لقيتش نشري شي اللي شفتوا وصعي وراكم تشوفوك هين الأنواع والأشكال والأحجام وكما يقول لك عيبك على جيبك وش بغيتيتها تخيري وكيف كيف بالنسبة للسحونة بغيت واحدة سحنها كا إن شاء الله كي نشريها ننبرتاجيها معاكم ما لقيتش اللون انا راني مكز على الألوان ما لقيتم وبغيت نعطي لكم لبنات هذا هذا هو شغول القعاد نقعدوا فيها الولاد كي يبدو ياربنا نولفوهم على القعاد تساعدهم بزاف والتي تشيرت لها كرسي وقيت حط هذا الحروف حطهم هكا بلاش يعني تحبيت هزي الأسامي اللي بغيته هزي الحروف اللي بغيته هزي أيا خيرت حرف تعرى النوشة إلا الآلي ما كان حارة واحدون We can call them هاى يدخل ديركت بديت السعب بالعشارں سننقر إن شاء الله في بيزا وكيلا تعودتوا لي بذل محبن من اللي باركة اللي قناة اللي لا أريد مشكلة أمي عجينة غطيتها و دعيتها تريح وهجت سستونات ماتتكي وحفت لا أريد شيء ادخلت وكي دخلت التيتانا والزوج تعيب الحواء يشتعر ونقا ايما اي دخلت الروطار شوية للكوزينة الروزمون اللي حطيت العجينة هي اللولاهية والطماطم الطماطم مالفا ندير طريقتي على صوص طماط وتاع البيتزا رح نخليكم الوصفات والفيديوهات في صندوق لوسفوش درت حكم تدرت كورش في المقلة رابيت الثوم رحيت الطماطم في الروب وما رابيت هاش درت معها زعيطرة هذي راي زعيطرة ودرت معها الرند الملح والفلفل كحلو الزيتها يبينها بدون نقاش وحطيتهم يطيبوا كول مع بعضهم فرد مرة ودركها رح نشارك معاكم الكورسي اللي كنت شريتهم ونقشرت لها هذا الكورسي اللي ما عندهمش بزاف مني خرجون انضر واحد العاميين هكا كلها صار حاجبني بزاف جاي خفيف وعمالي في نفس الوقت خفيف لعلي نحنايا ولعلي بيبي وعمالي في واش عمالي في التنظيف التاعو اكم تشوفوا ساهل بزاف التركب تاعو الرجلين تاعو خفاف وضراف كي ما يقولك ما يحكمش ليس باس والرجلين تاعو كي ما راكم تشوفوا يلسقوا بغلا لظوف هذيك البوتون يلسق يعني ما فيهش تعقيدات خلاص وكيف كيف بالنسبة للطابلة حتى بالطابلة تاعو رح يتلسق ساهلة يعني تبغي تقاعدين طفل تاعك هكا يعني تبغي تقاعدين طفل تاعك هكا يعني يبيب تاعكم تحطوهم غير هكا بلا طابلة ولا تبغيوا تديروا تلسقوا لها طابلة تاحا هاي اللي كيفاش تلسق ندخلوا ساعلي كروشي هذو هم اللولين وبعدا نحطوها كما راكم تشوفوا دورك راح نمسحها كما قلت لكم خفيف للهزان تاعو وعملي ثاني لمن الناحية كي نعود ونوكلوا في ليبيب تاعو ناس ما هاني قاعدة في الكرسي تقودي في الكرسي وتقدمي لك الكرسي تاعك ما يجينيك شخلاص ما يديرونجيك شخلاص وعملي من حاجة وحدو خاللي هو التنظيف تاعو يعني غير انا يعني عندي هنا شوية اجابال بما انه جديد ورح نقعدها فيه ندله شوية اجابال هكا كنتعرفوا الولاد الولاد اول اكتشافاتهم يكون بالفم تاعهم يعني اي حاجة يبغيوا يكتشفوه يكتشفوها ديركت بفمهم وبلسانهم يعني ديركت طرح هذه الحاجة مباشرة الفم تاعهم يرضعوها ولا يمصوها ايان فوت عليه ديركت بالجافع كما راكم تشوفوه قلت لكم عاملي في التنظيف تاعو سهل ماهلي كما بغا يوص خويلة كما بغا فوت عليه غرب مسحة هكا بشيفوه او بوحدة اللنجات وانتي فريتيها انا هنا بخيته بالجافال ومسحته باللنجات كنت غسلتها مليح فوت عليها كما لكم تشوفوه مبركة راح نقعدها فيه قبل ما نقعدها راح ندير لها واحد المخدة هكا هذه كانت خدمتهم سيهم قبل ما تزوج كانت دارته لها احمد كي كان بيبي ايا انا مخبيه هاد الفراش يعني يقعدوا فيه مازال شوية شاد راحو جديد صراحة عجبني بزاف خفيف وعمالية كما قلت لكم وممكن نحطوه فيه الولاد ما نخافوش عني وفيه هاداك الحزام متخافيش خلاص وراهو مساعدني بزاف 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 سورتو في الطابلة كنا نعطوه لكم كنا نحطوه قدام الطابلة يجي قد قدم على الطابلة اسمها هكا تبغي توكلي والبيبي تاع قدامك يجي قد قدامك انا صراحة اليامت هذا مالف نحطوه في السياج اليامت هذا نحطوه نبداوناك وانتغدع نحطوها قدامنا هكا ما تقلق ما تقلقنا هكا مالفين كنا نقعدوناك وما تشوفناك تبكي تبقى غير تبكي وهذه الحروف كنت هزيت كما قلت لكم الحروف تاع اسمها ملقيت حرف A يجبت ال V وقلبته على أساسها حبيت نديره لها فلاسوسات بصحدي كسنسات عسوسات لا تحلوه وراح نشارك معكم من تحضيرات شهر الفضيل لقيت الفرامج نقص 70 80 في كل نوع فرماج خلصة البرمانسيو لو كان جات مازالت سوف نقول لكم بغيت نزيد نشري انواع واحدة اخرى ايضا ترجح من الاسعار الحقيقية عندي ثلاث انواع كنت شريت القودة والشيدار والفرماج روج وراح نشارك معكم كيفش نخبيه ذوكا كيني يقول لك انا نشري في نشري من قبل ونخبيه في المجمد وفي الفريجي در وكيني تقول لك اها انا ايكي اقدم رمضان كيني بغي نخدم نشري قيس ما نخدم طبعا هذي تبقى لكل وحدة وكيفش تبغي هي تمشي في دارها وفي التدبير وفي المصرف بما انه انا لقيتهم ونقصين بزاف يعني في عوض اني بالسعر الحقيقي في عوض اني نشريهم هكا في ثلاثة كيني كنت رح نشري غير نوع واحد ولا زوج بهذا الوزن ولا شوية برق من كل حاجة كيفش نحتافظ بيهما البنات نرابي هنا قسمت قبل نص انا ديجا شريت نص لابولت على الايدا زيت تقسمت نحيت من هربوع كي ما تشوفوا رح نرابيها والاخرى رح نقول لكم كيفش رح ندير بيها مجرد اقتراه كان يبغي يرابيها اكل كان يبغي يدير كي ما انا وش رح ندير البنات رح نديرها ديترانش ديترانش يكون وخشان طبعا ما همش رقاق والباقي نكمل هذا اللي ترانش على بلي بزاف اللي كي شوفوا في البداية على الفيديو يبنت لهم بلي بطاطا لا لا رح يغرى غير فرماج المهم شوفوا هذا اللي يدير وهي عجب وحش يجب الميزان لديكم ثلاثين بكري نشير غرب ثلاثة وخمسة سبحان الله كيف ارهي كل مرة يزيد السعر او لا يزيد السعر المهم تبغي تقصهم هكا ترونش وتخبيوهم وتجب دوب بطرنش تبغيها مثلا في البيتزا ترابي ديراكت فوقها تقدر يديرها كما هذى الطريقة تعن نربيها احسن و احسن هنا هذى الترونش رح نعدلهم بش يكونوا قد بعضهم و بعدها نقصهم اصابع هكا ها طرف طرف كيف هنقولوا المهم اصابع تعال جبنوا صاي الاصابع هذى البنات فيه واش نستعملهم و ها نحتاجهم في بزار حوائش مثلا تبغي تديري ديمونشون غير بالفرماج تديريها في وصلة باتشويت وتلوي تبغي تديريها كفينضاشي ولا بطاطا تديريها صباعات وتعمريهم الداخل بالفرماج يموهم عندك بزار حوائش اللي يديريهم بهذا الاصابع الاصابع تعال جبن ذركها هذى و نديرهم فيه ساشي الفرماج ثاني كيف كيف رح نلموا فيه ساشي بالنسبة اللي ساشي اللي نستعملهم رح نشاركهم معاكم طبعا اللي ساشي ثاني كيف كيف رحهم فيهم انواع و احجام و اشكال انا كيف نخرج نشري ان ينوصي زوجتي اللي يلقاها قدام و يجيبها لي انا كيف نخرج نحل و نشوف هذو البنات فيهم انواع كيف هذا النوع اللي جابه لي زوج الكريم طبعا هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا في الساشي الصغير و كيف نلوحهم البنات في الساشي طبعا لا نشرح نلوحهم نرابي لا نشرح نخلطهم بركة كل نوع سوف نلوحهم في الساشي لا نلوحهم في الساشي تستيكر تستيكر تكتب فيهم تلسقيهم و كما سوف نلوح هنا الفرماج رجاني على بالي بها سوف نعرفه لا نشرح لا نشرح سوف نشرح سوف نشرح الغلاف و الأصابع و البقية سوف نقوم بها نفس الطريقة سوف نرابي الفرماج لا نرابيه و اللحوف و كيف سوف نقوم بها سوف نقوم بها نرابيه و أنظر هذا الغلاف نقص نقص هذا سوف نقص و نشبه بالنسبة للقودا يسامتها تلسق قليلا اذا اضعها في الانجاتك اضعها قليلا في الفريجيدان ثم اضعها في الصاشي اضعها في الصاشي ثم اضعها تلسق نضعها في وسط الكنجيلاتور ونضعها كما قلت لكم حكمت قصية اسم تعقودة ونضعها بسكوتش هذا ما كان اضعها للسيبر كما قلت لكم تديري هذه الفكرة يعني لا يحتاجش على كل حال وهكارة هم وجدين معايا نريد ان نطيب اي نوع من اللي ربيتهم ونجبت غير من الصاشي التحارة هي باينة واضحة نريد ثاني نضعها كاسوستع فرماج نريد ان نخلط فيها الأجبان ثانية هما يدي قدامي حسب اختيار كل واحدة لانواع الأجبان اللي تستعملهم كنت احبه القريير من خلص هذا المهار اي قلت ايامات ونرجعك راحت هذه البروموسيون ورجعوا الأصاعي العادية والبركة في الشي هذا اللي يراهوا عندي الحمد لله حتى نضيلكم وصفات نضيلكم وصفات اللي يشهي وكم باش تجربوهم لعشتما جربتوه مش بالأجبان هذا المهم تكون وصفة تحمل لي وجهي قدامكم هاي لي كلاسوستومات كما قلت لكم كنت اوجدتها هكا على سريع بركسينو ماهيش هذي هي طريقتي في تحضيرها ميكاعد سايل ليم نارمال انا حاب ان نوجدوه ان شاء الله للشهر الفاضيل باش نربحو الوقت نحيو علينا شوية تعب تعي الوقفة مع القرية تعي الولاد مع التربية الولاد الصغر على الاقل نربحو الوقت وفي نفس الوقت نخلي ووقت كبير شوية للعبادة يعني ما نبقوش غير في الكوزينة ونبدعوه منها النقص وما من اللي تبغي تبدع عنا واحدة منكم اللي نحب نبدع في الكوزينة نقص على روحي التعب باش نخلي الوقت شوية للعبادة وشوية لوليداتي باش نقومهم وشوية لي انا يا ثاني مش نطيح صحتي غير على الكوزينة ولا غير على خدمة الدار هذي دي ما نقولكم حافظوا على صحتكم باش هي تحافظ عليكم الصحة رهي عدوة مولاها ما ما حافظتش عليها رح تولي لك اكبر عدو على وجه الكون وليت للعجينان تعي كما راكم تشوفوا قسمتها على ثلاث خبزات يعني هذو نهاراني غير انا والزوجه التاعي لولا اتخليتهم في دارنا اه تما يروحوا يقراوا من عندهم ايا قلت ان اه زي ما راح ندير غزوش خبزات وليت نسيت روحي زاودت زاودت الفارينة جاوني ثلث خبزات ثلث قرصات معليش هذيك القرصات تبقى لي يا انا يا الاغداء لخطر واحد ما حي جيد يتغدى معايا كيما قلت لكم طارقتي في في البيتزارة اني شاركتها معاكم عدة مرات يعني مرارا وتكرارا اه نرش الفارينة على سطح العمل نحل لابات داعي شفتوا لابات في البداية كيفاش كانت يعني قبل ما نخليها تخمر كيفاش كانت تلسق في اليد كيف خليتها تخمرت عدلت يعني عدلت راحا اه الخمره نص دليك ولاحظتوا ثاني مع جنتها ما كسرت راسي معها تجيما ان شاء الله ستقوني لابنا تديروا بها البيتزا ديروا بها ليسوفلي ديروا بها اي مملحة حبيتوا هنتم سواء مملحة العادية كيما ما الفين ديروها ولا هذوك الصغار اللي تقريبا عادوا ذلك بزاف في رمضان في حاجة مملحة زايدة يعني حاجة زايدة في الطابلة في نفس الوقت ما نكثروش منها كي تكون مملحة صغيرة مليحة من شي كما مملحة كبار يديروا التعب و يديروا المكونات و يزيدوا و يفضلوا هذك هي اللي يتغيرك كي تبقى هذك الحاجة اللي تعبت عليها و ما تتكلش صورتو في رمضان بزاف اللي يديرو شي هذا يكثروا 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 طيابات يكثروا 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 يدير المغرب ما يكلوش يقول لك حقه حقنا ما ناكلوش الصابح هذا الشي كل حاشاكم وأكرمكم الله تاكلوا الزبالة ديما كي قد نمى رمضان نبغي نفكركم متكثروش البنات متكثروش 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 بعينيكم كولوا قيسكم أصلا شهر رمضان رانا باش نحسوا بالفقراء باش نحسوا من المشتاق والمشتاق 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 بالعين يعني في عوض انك تديري زوج خبزات تالبيتزا خلطة يغير قص خبزه واحده برق ما عليش كل واحد يأكل طرنش ولا كل واحد يأكل زوج طرنشات ربي ورحمته مع الشرباء ولا لا سوبل ما راح تديرها مع هذه السلاطة مع المقبلة اللي راح تديرها حميص ولا ربي ورحمته ومعام إذا فضلوش فيها كي ناكلو الصابح ما يصران نوالو بالعكس بالعكس ربي يزيد يطرح لنا البالكة في رزقنا في صحتنا في وليداتنا في مالنا في كل شيء أنا نحب مفرطاجي معكم وصفات يعني هذه هي القناة القناة باش نحط لكم الوصفات نحط لكم الافكان نحط لكم طاولات هكا باش اللي تبغي تعرض ولا اللي تبغي تتحف طابلتها لكن في حدود المعقول من فزدوش من بذروش من كثروش المبالغة ليست مليحة نهائية وهذه هي البيتزا في شكلها نهائي كما راكم تشوفوا كنت درتها سامبل زوج تعي ما يبغيش الحواج الزايدين في البيتزا وننسيت روحي زيت درت تعي سامبل أيا الأخرى وليت تحفتها الثالثة هذيك طيبتها زيت فيها طعمات شريز وزيت فيها الفلفل الحار وهذه هي قدامكم كما راكم تشوفوا ربي يدو من نعم إن شاء الله علينا وليكم ويحفظها من الزوال شوفوا البنات كيف يجي ماشا الله يجي مقرمشها من تحتها وخفيفة لدخل تلقوها فارغة هكا طول فارغة ومشلفتها كما قلت لكم لابات هذي ديجارة نمدارة بيها بزفح وايج ومنهم هذك السوفلي اللي كنت شاركتو معاكم العام الماضي يستحق التجربة حتى هو هنخليه لكم في صندوق الوصف وفي ظل هذا الظروف الجميلة وفي غياب الأطفال مع إنه قدمان فرحوكي ما يكونوش تكون الحالة كلمة بصحكك وما هناش خاطرنا أنا عن نفسي ما هناش خاطري ويسمات لي كل شيء ودايمن كي خليهم يباتوا بعيد علي ولا نخرج بلا بيهم نصمت القاعدة للراجلين كون غير وكن غير وكن غير ندموا في النهار اللي خليت الولاد خليت الولاد بعيد علي أسواة في الخرجة ولا في المباتة كما أنا تحلموا في النهار وفي العشية ولا في الخرجة اللي تخرجوا بصحة النهار تخرجوا تصمتوا هذه الخرجة اللي روحكم والرجلاتكم قلب اللوز بنينة بالناء لمثيلة لها بنينة تبل تحفت هذا البلاتو في قلب اللوز مكسارات احبت تعطيناها كما تشاهدوا وصهرنا بها وهذه يارب يدو من النعم ان شاء الله يحفظها من الزوال مبقى لي غنقلكم تهلا في اروحكم الملتقى في فيديوه جاية ان شاء الله اكيد مؤكدة رح نبرتاجي معاكم بزف تحضيرات كي ما عودتكم وكي ما تعودتوا اليوم ما من غيب على طيلة العام كي يقدم ربضان مقديمة حاضرة معاكم في امان الله